اشتركوا في القناة نبدأ اذا بالمفهوم المركزي الاساسي في هذا الدرس وهو قوة اقتصادية صاعدة شرحه انه مفهوم ظهر في الثمانينيات من القرن العشرين مع تطور اسواق البورصات في بعض بلدان الجنوب التي عرفت نموها في الدخل الفردي اهلها للاندماج في السوق العالمي هناك نمو مادج متعددة من هذه القوى الاقتصادية الصاعدة كالهند جنوب افريقيا الميكسيك تركيا والنموذج الذي تم اختياره في هذا الدرس هو الصين كتمهيد ننطلق من هذا المبيان الذي يقارن تطور ناتج داخل الخام بين الصين وبعض القوى الاخرى ويظهر بان هذه الدولة اي الصين يعني تتسلق المراتب ومع مرور الوقت تحقق اكبر ناتج داخل خام في العالم ويعني بدأت تتفوق على دول كبرى كالولايات المتحدة الامريكية اذا تمثل الصين قوى اقتصادية صاعدة نظرا لما لها او نظرا لما تحققه من ارقام متقدمة في كل قطاعاتها الاقتصادية ومنافستها القوية لقوى الاقتصادية العظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية نطرح ثلاثة التساؤلات فما هي مظاهر نمو اقتصاد الصيني وما عوامله وما هي مشاكله وتحدياته وهذه الاسئلة الثلاثة سنحولها الى محاور لهذا الدرس وهذا هو المطلوب في الاطار المرجعي لانتحان الجهو نشاط الاول اذا سنصف من خلاله مظاهر نمو اقتصادي الصيني هذا المبيان يبرز تطور المنتجات الفلاحية بالصين وحصتها العالمية فيظهر بان مع مرور السنوات هذه الدولة تحقق انتاجا فلاحيا ضخما سواء على المستوى الزراعي او على المستوى الحيواني فاذا عمنا سوى التوزيع الجغرافي نجد ان الصين تحتوي ثلاثة مجالات فلاحية فاذا تتمركز معظم المجالات الفلاحية كما نلاحظ في الجزء الشرقي للبلاد وهناك ثلاثة مجالات مجال الحبوب هو هذا في سهل منشورية بالشمال الشرقي ومن اهم منتجاته القمح الضراء الصوجة ثم مجال الارز في الجنوب الشرقي هنا وهذا يضم المزروعات المدارية كالشاي والقدم قصب السكر والفول السوداني واخيرا مجال تربية الماشية ينتشر في الداخل والغرب وهو هذا المجال المنتشر في الاراضي الصينية على مستوى الانواع وانتاجها فنجد انواع متعددة منها القمح والضراء والشاي من عم السوى الحيواني الخنازير والأبقار والأغناب إذن كخلاصة يتميز انتاج فلاح الصيني بضخامته وتنوع منتجاته ما يؤهل الصين لاحتلال مرات المتقدمة عالميا كالقمح الضراء والأرز والأغناب والخنازير وبالتالي تحقيق اكتفاء الداتي في أغلب المنتجات وتوجه بعضها نحو تصدير كالشاي والحرير الطبيعي عم السوى الصيني هنا لدينا تطور رتب الصين على الصعيد العالمي فمع مرور السنوات منذ سنة 1949 نلاحظ بأن مع مرور هذه السنوات أصبحت الصين تحت المراتب متقدمة عالميا والدليل أمامنا كصناعة الحديد مثلا علامة مائد انتشاينا والتي نراها كثيرا وتنتشر في جميع دول العالم يعني ومن أهم هذه النمادج صناعة السيارات والصناعات التكنولوجية أما مساوى التوزيع الجغرافي فتتمركز جل الصناعات الصينية في الجزء الشرقي للبلاد كما مر النموذ الصناعي الصيني بثلاث مراحل ندلنا المرحلة الأولى ما قبل اشتراكية وهي ما قبل 1949 مرحلة الثانية 49 ثم 78 تسعمائة وألف اعتماد للصناعات التقيلة وخاصة الصناعات الصلب مرحلة الثالثة ما بعد 78 طلقا تمبدو الثمانينيات من القرن الماضي وتميزز بظهور صناعات متطورة كالكيموية والميكانيكية على مساوى التشار الجغرافي دائما تنتشر في الصين مجموعة من الصناعات أو تنتشر الصناعات الصينية في المناطق والمدن الصناعية مثل البكين شانكشون وشانغاي على مساوى الانتاج اذا الصناعة تتميز بالضخامة والتنوع وبالتالي احتلال مراتب متقدمة عالميا كالصلب والسيارات والإسمنت وأجهزة التلفاز ترتفع نسب المساهمة الصناعية الصينية كذلك في الانتاج العالمي مثلا 47% من انتاج الحديد الصلب كمتال تطورت اذا مساهمة الصناعة في ناتج إجمالي الداخلي بحوال 50% خلال العقد الأخير اذا كلها نقطة تبرز لنا ما يؤكد قوة الصناعة الصينية تجاريا هذا المبيان يبرز لنا أهم شركاء التجاريين للصين فيظهر لنا بأنه سواء عم سوى الصادرات أو الواردات فالصين تتعامل مع جل بلدان العالم ومنها القوى الكبرى وكذلك النقطة القريبة من الصين خاصة القارة الآسيوية كذلك هذه مظاهر أرقام 1.2 تريليون دولار عام 2000 كذلك 4 تريليون من الاقتصاد العالمي 136 مليار دولار حجم استثمار الأجنب المباشر في الصين كلها أرقام تؤكد لنا أن هذه الدولة تمثل قوة تجارية عالمية فنستخلص إذن تنوع منتجات البنية التجارية الخارجية سواء مستوى الصادرات أو الواردات مع جل هيمنة المواد الصناعية على البنية التجارية الخارجية مثل الصناعات السهلاكية والميكانيكية والكهربائية تعدد شركاء التجاريين كما ذكرنا دول جنوب شرق آسيا التحار أوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبادلات تتميز بضخامتها وابترف الصين تحقيق فائد في الميزان التجاري بلغ مثلا سنة 2019 472 مليار دولار إذن هذا ما يتعلق بوصف القوى الاقتصادية أو النمو الاقتصاد الصين نصل الآن إلى العوامل المفسرة لنمو الاقتصاد الصين وهو المحور الثاني من هذا الدرس توزيع الأشكال التداريسية في الصين فنجد أن هناك تنوع في الأشكال التداريسية فنجد تلال الأحواط السهول الهضاب والجبال ثم نجد أن الصين تتميز بتنوع مناخي كما تظهر هذه الخريطة فنجد مناخات معتدلة ومنطرة مناخات مدارية مناخات كذلك الجبلية وصحراوية فإذا تقع الصين كما أظهرت خريطة في الجزء الشمال الشرقي من قارة آسيا بمساحة كبيرة حوالي 9.5 كم مربع تشترك بحدودها مع 14 دولة وتطيل على عدة واجهات بحرية ما يفسر ما يفسر نمو قوتها التجارية تستفيد الفلاح الصينية من عوامل طبيعية متعددة فنجد تنوع تداريسي سهول مثل منشورية شرق البلاد الهضاب أهم وهضبة تيبت غرب البلاد الجبال سلسلة الهيمالاية تلال والصحاري مثل صحراء طاكلة مكان غربا تلال الجنوب كذلك تتميز الصين بتنوع مناخي قاري معتدل وشبه رطب شبه مداري مداري رطب وكل هذه المناخات غربا أما الشرق نجد مناخ شبه جاف وجاف ومناخ جبلي تتوفر الصين إذن على شبكة مائية غزيرة في الشمال والجنوب الشرقي بوجود أنهار كبرى مثل نهر كيسيونغ ونهر يونغ تيكيونغ ونهر هوانغو أما الأراضي الصالحة للزراعة فتمتل حوالي 10.7% من مساحة البلاد أما الصناعة تستفيد من ثروات متنوعة واحتياطات مهمة على المستويين الطاقي والمعدني وتتمركز جل هذه الثروات بالشرق كما تتميز بإنتاج مرتفع واحتلال مراتب متقدمة عالميا دائما مع تفسير النمو القسادي وهذه المرة بالعوامل البشرية بعد العوامل الطبيعية فهذا المبيان يظهر بأن هذه الدولة تتوفر على أكبر تعداد سكان في العالم وصل إلى 1.4 مليار نسمة هرم أعمار يظهر بأن نسبة الفئة النشيطة كذلك تهيمن وهذا ما يؤكد تساع قاعدة هذا الهرم فإذا العامل البشري يستفيد من تعداد سكان كبير 1.4 مليار نسمة حوالي تولد سكان العالم بنسبة نمو سكان بلغة 0.43% وكتب السكانية بمعدل 147.2 نسمة بالكيلومتر مربع معظم الكتفات تتمركز بالقسم الشرقي للبلاد حيث توجد مدن عملاقة مثل شانغاي بيكين وشانغ تشينغ ترتفع نسبة سكان النشيطين حيث تبلغ 71% وأمد الحياة كذلك وصل مؤخرا إلى أزيد من 76 سنة مع ارتفاع مستوى الإلمان بالقراءة والكتابة أما العوامل التنظيمية فنلخصها في مرحلتين هذا هو العامل الثالث مرحلة الأولى مرحلة لبناء الاشتراك بقيادة هذا الشخص موتي بانك استمرت أو امتدت من 49 900 ألف إلى 76 900 ألف وتميزت بأربع نقاط أساسية وهي سياسة تأميم من خلال قضاء على كل أشكال علاقات الإنتاج الإقطاعية والرأسمالية وتنظيم الفلاحة بخلق تعاونيات وضيعات تابعة للدولة عرفت بالكومونات الشعبية التأميم يعني وجعل وسائل الإنتاج في ملكية الدولة وجاءت كلمة تأميم من الأمة سياسة تخطيط المركزية تمثلت في إنشاء المراكز الصناعية في أنحاء مختلفة من البلاد ما يعطى الأولوية للصناعات الأساسية وتجهيزية أما القفزة الكبرى إلى الأمام فتمثلت في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وذلك بإنجاز أشغال الكبرى كالسدود والطرق والصناعات الأساسية أخيراً سياسة المشاعر قدمين حيث تم التركيز على تطوير وتنمية القطاعين الأساسيين الفلاحة أي القدم اليمنى والصناع القدم اليسرى مرحلة الثانية مرحلة الإصلاحات والانفتاع على الاقتصاد السوق وهي مرحلة هذا الشخص دينغ كيسياو بينغ انطلقت بعد وفاة موت سيطانغ وطبقت فعال دينغ كيسياو بينغ منذ 1978 ولازالت مستمرة إلى وقتنا الرائع تميزت بتفكيك الكومولات الشعبية وتحويلها إلى مستغلات عائلية إنشاء مقاولات خاصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية تشجيع المبادلات التجارية مع الخارج بتحرير تجارات المنتجات الفلاحية منضمام إلى صندوق النقد الدولي منذ 1980 ومنضمام إلى منظمة العالمية للتجارة منذ 2001 العامل الرابع أو قبل ذلك نصل إلى هذه الخلاصة والتي ستؤكد أن المرحلة الأولى سهمت في التمهيد لإقلاع اقتصادي وفسحة المرحلة الثانية لمجال التعاوى الاقتصادي مع العالم الرأسمالي وتبادل التكنولوجيا لصفحة تنظيم الاقتصادي الصيني تنظيماً مختلطاً اقتصاد السوق الاشتراكي أي أنه يدمج بين الاشتراكية ومنفتح على الرأسمالي العامل الأخير هو العامل التقني العلمي كما تظهر هاتان الصورتان فهذه الدولة دولة قوية على مستوى التقني والعلمي وهذا يفيد الاقتصاد فنجد الاعتماد على المكننة المكننة أي الاعتماد على الآلة واستعمال المبيدات والبذور والأسميدة العضوية والكيموية في الفلاحة نجد استثمار نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي الغربي في تحديث القطاعات الاقتصادية ببرامج وخطط عصرية وآلات وتقنية متطورة بهدف تدعيم تنافسيتها العالمية تضمفق الرأسمال الأجنبي لتطوير الصناعة وتحسين مستوى التكنولوجي وتحسين مكانة الصين ضمن المبادلات التجارية في مجالي الصادرات والواردات إذن نكون هنا قد وصفنا النمو الاقتصاد الصيني وفسرناه ونصل إلى النشاط الثالث أو الجزء الأخير من هذا الدرس وهو استخلاص تحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الصيني فهناك تحديات ومشاكل اقتصادية مثلا فرض دول متقدمة لعدة قيود عن المنتجات الصناعية الصينية في إطار المنافسة بضبعات الحال كما تواجه الصناعة الصينية ضعف جودة منتوجاتها ترتبط الصين بالسوق الخارجي منها التزود بالمواد الأولية أمام كتابة تصنيع وقوة السهلات مثلا 20% من إنتاج العالمي للألومنيوم وتولة الإنتاج العالمي من الحديد ترتبط الصين بمستوى الطالب الخارجي على منتجاتها ما يهددها بالفائد بالإنتاج أما المشاكل والتحديات الاجتماعية والديمغرافية فتنطلق من مشكلة دخامة السكان 1.4 مليار نسماء هذا يواجه يعني ويجعل الصين تبدو من مجهودات أكبر لتحقيق تنمية اقتصادية والاجتماعية كذلك الصين نزالت متواضعة في بعض المجالات على مستوى التنمية البشرية مقارنة بالدول المتقدمة كالدخل فردي أمد الحياة استمرار بعد مؤشرات الفقر والأمية والأمية ويعني هذا يؤدي إلى توسط مؤشر تنمية البشرية 0.7 مثلا أما كذلك المشكلة للتحديات المجالية فتلخصها لنا هذه الخريطة فهذا الخط الأحمر وكأنه يفصل الصين إلى شطرين فالقسم الشرقي والذي يدم مدر الكبرى كالبيكين شونغاي وهونغ كونغ لا يمكن مقارنته مع القسم الغربي لهذه الدولة بالتالي فهناك تفاوت كبير من الواجهة الشرقية التي تتميز بالظروف الطبيعية الملائمة والاكتبات السكاني أزيد 90% من السكان مثلا في الجهة الشرقية ونشاط الاقتصادي الكثيف أما الغرب الصيني فهي تميز بقساوة الظروف الطبيعية جبال جثاف وصحاري وضعف كتافة السكانية وهزلت النشاط الاقتصاد كذلك هناك اختلال توازن الاقتصادي والاجتماع بين المدن والأرياف الصينية حيث يعاني السكان البوادي من ضعف مستوى المعيشي ما يؤدي إلى استفحال هجرة الريفية نحو المدر الكبرى كالبيكين وشونغاي المشاكل البيئية تلخطها لنا هذه الصور أو الصورتان في الأعلى تلوث الهواء وتلوث التربة ثم هناك مشاكل طبيعية منها الفيضانة كما تظهر هذه الصورة الأخيرة في الأسفل فإذا تعاني الصين من عدة عوائق طبيعية مرتفعات جبال وهضاب عليا انتشار الجفاف والصحاري في الغرب إضافة إلى تعارض الصين الجنوبية الفيضانات والأعاصير وتراجع المساحات الغابوية ومشكلة التارية وخاصة بالجنوب الشرقي ثم تتعدد المشاكل البيئية مثل انتشار أنواع التلوث كتلوث المياه بسبب النفايات الصناعية والمنزلية تلوث الهواء بسبب الإفرازات الصناعية التي يسبب أمراض تنافسية ثم تلويت التربة بالاستعمال المكتف للأسمدة والمبيدات الكيماوية وحدوث الأمطار الحمضية إذن هذا كل ما يتعلق بمشاكل وتحديات نموك الساد الصيني فإذن نستخلص أن نجاح النجاح العالمي الجربة الصينية مرتبط مجموعة من العوامل الأهم والعامل البشري لكن هذه التجربة لا زالت تواجه العديد من الإكرهات وأهمه الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية لم يبقى لي سوى أن أشكركم لحسن الانتباه وإلى موعد لاحقين بإذن الله تحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة